اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقة جديدة من حياتنا الاباء مش راضيين عن الابناء والعكس صحيح والابناء ايضا بيشتكوا من معاملة الاباء في كل بيت في مصر في العالم في مراهق يشعر ان هو دايما على حق بيقولك انا مش حاسس بحد حاسس بيا ولا فاهمني ابويا دق قديمة موضة قديمة بيتكلم بلغة قديمة مفيش بنا حوار والاب يقولك مش عارف رب ابني ابني ضاع ابني دماغه ضربت وفي هذا الاطار وفي هذا الجدل الدائر وايضا الحائر بنبحث عن الاجابة عن السؤال الصعب ازاي نقدر نوجد علاقة بين الاب والابن ازاي نقدر نوجد لغة حوار مشترك بين الاثنين والرسول عليه الصلاة والسلام لما ييجي ويزورنا في بيوتنا ويلاقي الاب في اتجاه والابن في اتجاه آخر هيعمل ايه ازاي عليه الصلاة والسلام كان حتى بيتعامل مع ابنائه في أعمارهم السنية المتبينة والمختلفة اسمحوا لي يكون هذا الموضوع هو محور حلقتنا النهاردة من حياتنا واسمحوا لي أرحب أيضا بمولانا الحبيب علي الجفري اهلا بك مولانا وسعداء دايما بلقاءتك الجميلة بارك الله فيك وحفظك ولكنك قلت الأب والابن أين الأم والبنت يعني ما بين عكس على الأم والبنت يعني الحقيقة أولا كيف ترى اختيار هذا الموضوع لأن يكون محور هذه الحلقة في البداية لا شك أنه موضوع في الأهمية غاية لأنه أحد العقبات الكبيرة في طريق انتهاض الأمة في عصرنا هذا أيضا هو أحد المواضيع المهمة التي يمكن أن تكون منطلقا لما يمكن أن يقدمه المسلمون للعالم ما يمكن أن يثري به المسلمون العالم الذي يحيط بهم طيب يعني إحنا عشان كده متعودين دائما بيكون معنا في حواراتنا دائما بيكون معنا يعني الأبطال إحنا مش ممكن ننظر ونتكلم أنا ومولانا والأبطال الحقيقي مش موجودين معنا بطل من الأبطال معنا شاب هاشم وعنده 18 سنة وهو طالب في كلية الهندسة وفي سنة أولى مضبوط يا هاشم داخل تانية داخل تانية طب مبروك أن ندخل تانية إن شاء الله عبر من تخرج إن شاء الله أعتقد وجود هاشم معنا برضه حيقدر يعني يثري الحوار وخصوصا أنا ومولانا مختلفين في بعض الموضوعات في بداية الحلقة قبل ما نبدأ فيعني إيه أعتقد حنشوف هاشم حيميل لمين وكفته ومين اللي هترجع في النهاية أتمنى طبعا أن كفة مولانا اللي ترجح لأنه دائما له الرأي الصائب لكن إحنا مضطرين إن إحنا نتكلم بصراحة ونعبر عن مشاكل ولادنا ونعبر أيضا عن مشاكل أباء زي حالتنا قولي هاشم أخبارك إيه مع والدك لحد دلوقتي كويسين لحد دلوقتي كويسين يعني كم ممكن ما تكونيش كويسين معرفش بس الحمد لله كويسين مع بعضه كل حين لحد دلوقتي طب زميالك أخبارهم إيه مع أبهاتهم لأ في ناس كتير مش كويسين مع أبهاتهم إزاي؟ عاوي يجوا يقولولي يشتكوا منهم وبيعملونا وحش وكده طب يشتكوا من إيه؟ حاجات كتير يعني إيه مثلا يجي يقولك مثلا هاشم أبويا زعقل النهاردة زعقله ليه أو اختلف معاه في إيه؟ مسعب بيتلككه على أي حاجة أبو بيتلككله؟ لأ أبو هو بيتلككله الأب بيتلكك لبه؟ أه على أي بقى؟ مثلا هو مزاجه مش كويس النهاردة يتلككله على أي حاجة يزعقله على أي حاجة من بابل الطاقة كده بيروح مزعقله؟ مفيش يعني ما عملش حاجة الوقت فالأب كده يعاني صحي الصبح كده قال له كمان بتقولي صباح الخير رحلتش ألمين يعني؟ لا مثلا قاعد جنبه ويتفرجوا على التلفزيون يقولوا لا ادخل زاكر ويزعقله من غير ما مثلا يكون زاكر ويقول له ادخل بقى ها ادخل تاني زاكر ايه تاني ممكن يكون أسباب خلاف من زميلك وأبواته؟ مثلا واحد قاعد على الكمبيوتر يقول له لا ام يعني مثلا يكون لسا قاعد يقول له ام دلوقتي ام زاكر يبقى اي حاجة اي حاجة عشان ما يعملش اللي هو عايز هل مثلا ممكن يكونوا بيزعقله عشان بشربوا سجاير؟ بس ممكن ما يزعلهمش يعني ممكن يقولوا ما يشربش بس بطريقة كويسة ممكن لما يزعله الولاد ياندوشه طب قول لي انت مثلا والدك يعني تعامل معاك ازاي بداية مثلا من سن 14 سنة كم يعملك ازاي؟ بعد ما يعرف انك انت بقى بلاخت ما شاء الله وبيت رجل ابتداء يعمللي بطريقة تانية ازاي بقى؟ انا اكبرت يعني يعني مثلا ما يعمليش زي اخويا الصغير في طريقة معاملة مختلفة يعني بيعمل ايه مثلا؟ يعني عارفنا انا رجل وممكن ابقى مسؤول عن نفسي وكدا يعني اخويا ينصحوا اكتر مني لكن انا مثلا ممكن انا اللي خلينا ننصح اخويا ممكن انا بقى قريب من اخويا اكتر منه كدا طب انت بتشوف ايه يعني ايه اسباب الخلاف بين الاباء والابناء يعني ايه الخلل خلل فين مشكلة فين؟ عشان الابات بيفكروا بطريقة عديمة واحنا يعني المجتمع بتطور وكدا يعني مش يعني طريقتنا دلوقتي مش ازاي طريقتهم زمان ازاي؟ ماذا راح يديني لنموذة جانية؟ مثلا معاد المرواح ما كنا نتكلم عليه من شوية زي ما كانوا بيرواح بدري يعني ما عرفش تسعى وحاجة كده لكن دلوقتي ما ينفعش نراح بدري يعني كل الناس بتفضل قاعدة يعني ممكن واحد يقول ابنه رواح بدري يعني مثلا اتناشر وبقيت صحابه عادين فرواح يتدايق ايه تاني غير موضوع المرواح بدري يعني المرواح مقدور عليه يعني ايه الحاجة اللي بتحس انها خلاف جوهرية صاحبك يقول لك ابويا النهاردة عمل فييا وسوى فييا ده راجل ظالم او اكتر حاجة بتبقى مذاكرة برضو مذاكرة مش بالعافية مش بالعافية مولانا نعايز بس يعني قبل ما نبدأ الموضوع حلقتنا نعايز بس هل انت موافق اولا على استخدام وصف المراهق بكل دلالاته في الفترة السنية ما بين 14-11-18 سنة الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه من ولاه وهو افضل من رب روحي له الفداء روحي له الفداء اولا ليه استدراك بسيط انت بحسن نية ومالحظ من حسن الضن جميل قلت لي او قلت للمستمعين والمشاهدين ان نتمنى انه يكون صواب معه وهو دائما على حق لا لست دائما على حق العصمة هذه تكون للانبياء ثانيا في مسألة المراهقة من الاخطاء الشائع عندنا في عصرنا وقد يصدم البعض بكلمة اخطاء اننا استسلمنا لفكرة ان الانسان يستمر مراهقا حتى ما بعد البلوغ الى الثامنة الثامنة عشر الى العشرين يسمونها المراهقة المتأخرة الى الواحدة والعشرين حتى ينظر الى الانسان على انه قد صار سويا مستقرا مسؤولا عن تصرفاته هذا المفهوم لا يتفق مع الواقع بل يشوه الواقع يعني يخرب الواقع الشاب اذا خطب على انه قد اصبح شابا ناضجا احترم هذا الخطاب وتصرف على اساس انه قد صار شابا ناضجا كنا نسمع من هاشب قبل قليل كلاما يشير فيه الى نفرة الشباب من التعامل معهم على اعتبار ان الذي المتوقع منهم في الاصل الخطأ والمتوقع منهم في الاصل عدم الاتقان والمتوقع منهم في الاصل عدم المذاكرة هذا النوع من النظر الى من قد جاوز سن البلوغ لا تساعد على انضاجه استمرنا نقول مراهق 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 فقبل الفكرة واصبح مراهقا في مرحلة اسمها المراهق المراهقة في الحقيقة هي بين العاشرة والبلوغ يعني ما بين عشرة وثلاثتاشر أربعة عشر على حسب سن البلوغ فاذا بلغ الانسان لم يعد مراهقا أصبح مكلفا أصبح مكلفا من قبل الله عز وجل راشدا مسؤولا عن تصرفاته لديه بعض التفاعلات الناتجة عن هرمونات معينة يفرزها الجسد في هذه المرحلة تؤثر على نفسيته تؤثر على طريقة تفكيره تؤثر على تصرفاته نعم هذا ليس بدليل على أنه لم يصبح راشدا بدليل أن هذا الأمر يحصل بعد ذلك المرأة عندما تصل إلى سن الياس في المرحلة التي تنقطع فيها إفرازاتها في سن الياس تمر بنوع من الإطراب في التفكير في النفسية الرجل إذا جاوز الأربعين وبدأ يتجاوز الأشد ويدخل سن الكهولة لتأتي مما يسمى بالمراهقة شيخوخة وبعد الأربعين كهولة نعم من بعد الأربعين تبدأ الكهولة هناك تقسيم في الحقيقة للمراحل العرب عرفوا به قديما وجاء الإسلام وأقر جزءا منه وترك الجزء الآخر للإجتهادات البشرية لتغير الظروف وطريقة التفكير عند الناس نعم كنت أحضرت معي هنا شيء فيه طرفة عجيبة أو ملحة أو فائدة كبيرة الإمام الثعالبي رحمه الله عز وجل ذكر أن مراحل تكوين الإنسان وارتقاء الإنسان نشوء وارتقاء الإنسان النشوء والارتقاء الحقيقي للإنسان يمر ب 37 مرحلة يقول في تفسيره لقوله تعالى لتركبون طبقا عن طبق يقول يجتمل الإنسان من كونه نطفة إلى أن يهرم ويموت على 37 حالا و 37 اسما نطفة أول التقاء يحصل ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم خلقا آخر ثم جنينا هذا كله في بطن أمه أربعة مراحل خمسة مراحل ثم وليدا مجرد أن يولد ثم رضيعا إذا شرع في الرضاعة ثم فطيما إذا فطنته أمه سن الفطام ثم يافعا إذا بدأ ثم ناشئا ثم مترعرعا ثم حزورا ثم مراهقا ثم محتلما فإذا احتلم أي بلغ انتهت فترة مراهقة يقول ثم بالغا ثم أمردا ثم طارا ثم باقلا ثم مسيطرا ثم مصرخا ثم مختطا ثم صمولا ثم مليحا ثم مستريما ثم مصعدا ثم مجتمعا طبعا لن نستغرق الحلقة في تفسير كل كل لفظة هذا أردت لما ذكرتها أن ألفت النظر وإن شاء الله سيوضع على الموقع في موقع حياتنا سيوضع تفسير لكل مرحلة من هذه المراحل ويمكن للمهتم أن يقرأه لكن أردت أن ألفت النظر إلى أن لدينا تراث متعلق بالنظر إلى أطوار تقلبات الإنسان الإمام النويري يقول مدام الولد في الرحم فهو جنين فإذا ولد فهو وليد ومدام لم يستتم سبعة أيام فهو صديق أي أن العظم لم يكتمل في الرأس إلى تمام السبعة ثم مدام يرضع فهو رضيع إذا قطع عنه اللبن فهو فطين ثم إذا غلض وذهبت عنه ترارت أي رقة الرضاعة فهو جحوش ثم إذا دب ونمى فهو دارج فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو خماسي فإذا سقطت رواضعه فهو مثغور في مكان الأسنان ثم إذا نبتت أسنانه فهو مثغر أو متغر فإذا تجاوز عشر سنين فهو مترعرع وناشئ فإذا كاد أن يبلغ الحلم فهو يافع ومراهق فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو حزور واسمه في جميع هذه الأحوال التي تقدم ذكرها غلام منذ بداية قدرته على المشي إلى البلوح هو غلام إذا بدأ تشتد إذا خضر شعر به وأخذ عذاره يسين بدأ شعر في وجهه يقال قد بقل وجهه وانظر هنا ثارة يربطوها بما يتناوله من غريزة من لبن ورضاء وثارة بقدرته على التصرف وهذا سنحتاج إليه في جلسة أهل وثارة يربطوها بالمظهر الجسدي الذي له أثر على هرمونات تفرز عنده فإذا صار ذا فتاء فهو فتن فإذا اجتمعت لحيته يعني اكتملت اللحية فهو مجتمع يقولك شاب مجتمع ثم ما دام بين الثلاثين والأربعين فهو شاب فإذا بلغ الأربعين فقد بلغ الأشد ثم يصبحوا كهلا إلى أن يصبحوا الستين بين الأربعين إلى الستين هو الكهل ثم بعد الستين يكونوا شيخا هذا النوع من التقسيم يدل على أن هناك نظرة هناك تقسيم شرعي الذي يتعلق بما قبل التكليف وبعد التكليف ما قبل التكليف منذ الولادة إلى البلوغ الإنسان لا يكون فيها مكلفا هذه الفترة لا تكتب عليه سيئات والحسنات التي يفعلها يكتب مثلها لوالديه لأنهما في الغالب سيكونان السبب في تنشئته وتربيةه وتجهيزه فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة البلوغ هنا ينبغي أن يحضر في الأداصل من عمره كان السلف الصالح إذا بلغ الغلام أو بلغت الفتاة يأتي الأب ويجمع بعض الصالحين من أهل البلد ويعمل الضيافة بمناسبة البلوغ وبلوغ الولد وكذلك الأم لها تصرف مع البنت ثم أمام الأشياخ يقول لابنه يا بني أنت الآن قد بلغت هل علمتك أركان الإسلام يقول نعم علمتك أركان الإيمان الإحسان علمتك كيف تتوضع وكيف تصلي قال نعم علمتك ما هو الحرام وما هو الحلال ما هو الواجب ما هو المكروه ما هو المباح يقول نعم علمتك أن طاعة الله فيها السعادة وأن مخالفة الله فيها المعصية يقول نعم يقول اشهدوا وليشهد الله أني قد أخرجت أمانة المسؤولية من عاتقي وألقيتها على عاتق ابني أنت الآن يا بني قد دخلت مرحلة أنت مسؤول فيها عن تصرفاتك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الآن الملكان يكتبان كل كلمة تنطق بها كل نظرة من كرامتك على الله الآن كل ما تنطق بها كل ما تنظر إليه كل ما تتحرك فيه الملكان يكتبانه فيشعر الإبن أولا بثقل أنه مسؤول الآن عن تصرفاته ثانيا تبدأ تعاملات الوالدين تتغير يعني ترتقي إلى طور آخر في التعامل وهو إشعاره أن أهل أن يحترم في قدرته على تحمل المسؤولية يفترض منه أنه سيكون راشدا في تصرفاته البعض يقول طيب الواقع خلاف ذلك نقول نعم لأن المقدمات كان فيها خطأ تتذكر في الحلقة الماضية سعي ونذكر أنه من بداية اختيار الزوجة والذكر والولادة والأذان والرضاء والطعام الحلال ثم الذي ذكرناه في كيفية التنشأ والتربية والحنانة والعاطفة وتغذية ذلك في نفس الإبن أو في نفس البنت حتى لا يصل إلى محالة البلوغ إلا لو قد تعلم أوليات دينه عرف ما ينبغي أن يعرفه وفيش عن حياته امتلأ قلبه بمحبة الله والرسول بس لغاية السنة المقول لنا عفوا يعني ما بيكونش تعلم حاجة يعني إذا افترضنا أن سن البلوغ 14 سنة نعم ما أعتقدش أنه بيكون الولد في الزمن اللي احنا فيه النهاردة اتعلم حاجة أو اتعلم دينه أو اتعلم القواعد والشريعة والأصول الأمور التي تجيب عليه محتاج لسه فترة طويلة ومحتاج لرعاية الأب ومحتاج لتوجيه الأب بناه خلاص عند 14 سنة جميل هذا حتى يتضح الأمر أكثر ربما لم أوضحه بالقدر الكافي لا أقول أنه يترك ولما أقول أنه يعني خلاص يفعل ما يشاء ولا يلتفت إليه ولا ينصح قلت أنه ينبغي أن يشعر الإبن أنه دخل مرحلة من العمر وتشعر البنت يخاطب فيها أن لدينا حسن ظن سنفترض بداية أنك ستحسن التصرف أن لدينا ثقة في أن لديك قدر على التصرف أما مسألة المعلومات الدينية دعونا نكف عن رمي المشكلة على الزمان نعيب زماننا زماننا والعيب فينا يعني زماننا أنا أعرف أسر في زماننا غير قليلة لا يبلغ الإبن ولا تبلغ البنت إلا وقد تعلموا ما يجب تعلموا من الدين أما مسألة استغراق كل شيء مما ينبغي تعلموا لا الإنسان العلم من المهدي للأحد يعني الإمام أحمد بن حنبال وهو في آخر عمري وقد ضعف رؤيه بيده المحبرة قالوا إلى الآن مع المحبرة قال مع المحبرة إلى المقضرة فمسألة التعلم لا منتهى لها لا ينبغي أن يصل الإبن إلى سن البلوق وهو يجهل ما يجب تعلمه في هذه الحالة أول من يأثم الوالدين قبل إثمه هو وهو يأثم لكن أول من يأثم الوالدين هو يأثم إذا لم يتعلم بعد ذلك في الضوء كلام حضرتك أعتقد أننا نهاردة توصفنا للمراهق اللي هو سنه من 14 سنة حضرتك بتنفي أو بتنفي في كلمة المراهق بعد البلوغ أو بعد أن يبلغ الحلو نعم إذا وصل إلى سن البلوغ أصبح شابا يعني أنا ما أقولش النهاردة على شاب من 14 إلى 18 أنه مراهق أسميه شابا أسميه يافعا أسميه فتا أسميها فتاة أشعرهم ولهذا جاء التكليف الرباني حتى يشعر أن لديه قدرة على تحمل المسؤولين لماذا كان في السابق؟ اسمح لي أي كلمة مراهق عشان خاطر لما نيجي نوصف نوصف صح ما أخوذ من راهقة إذا قارب أو اقترب من مرحلة الشيء من الوصول إلى مرحلة كذا وكلمة راهق في الأصل تأخذ عند العرب على مفهوم التعب وعلى مفهوم الإرهاق منها أخذ الإرهاق لقد لقينا من سفرنا هذا راهقة فتحوم حول هذه المعاني في جذرها لكن إذا راهق يتوقع أنه قارب البلوغ فإذا توقعنا أنه قد قارب البلوغ ينبغى أن نعده لمرحلة البلوغ من إعداده لمرحلة البلوغ تعليمه الأمور الشرعية التي ستطرع عليه إذا بلغ الأحكام المتعلقة بالبلوغ ذكرا كان أو أنثى ولدا كان أو بنتا والبعض يستنكف أن يقال مثل هذا الكلام كيف تتكلمون عن أمور حساسة قلنا سبحان الله الآن ما تكاد قناة من قنواتنا إلا تخدش الحياة على نحو لا ينبغي فجاء الحياة لما جاء الكلام عن التعليم يعني والكل يتكلم كما شاء على أي وجه شاء وقنوات التلفز الفضائية البركة في الإعلام أعلمهم كل حاجة من سنة خمس سنين نهاردة والإنترنت والدخول عليه فإذا جاء الحديث عن الأمور الشرعية المتعلقة بالمرحلة الغريزية التي وصل إليها الإنسان يقول ما هذا الكلام أمام الناس في التلفاز هذا يخدش الحياة أهلا بالحياة طيب نطلع فاصل نرجع تانية أرجوكم ابقوا معنا لو رأك لأحبك لو رأك لأحبك لو رأك لأحبك لو رأك لأحبك ورجعنا من تاني ولسه بنتكلم على قضيتنا قضية المراهقة وحياة الشباب وأفكارهم هيسألك سؤال يا هاشم أنت بتزعلم ما حد يقولك أنت مراهق؟ لا تزعلش ما بزعلش ليه؟ عشان دي حاجة طبيعية وبعض الشباب يشعر أنها فرصة له مدام خلاص يعمل على أنه مراهق لما يغلط لازم يعتبر أنه مراهق طبيعي طبيعي أنا ما أغلط في علاقة في صلاة فيه كده أنا مراهق ولا بتشعر أنها تنتقس منك يعني أنك يتقلك أنت مراهق يعني أنت لسه يعني لسه لم تكتمل الندوج مثلا دي حاجة صح أنا في حاجة كثيرة لسه معرفوش لحد الوقت زي إيه مثلا ما يعني إيه الحاجة اللي ممكن لو عرفتها تحس أنك أنت خلاص ما بقيتش مراهق بس أكيد دي يعني لسه في حاجات كثير معرفوش لسه صغير يعني لكن متعرفش أنت زميلك لما قولك ده مراهق ده سن المراهقة مرتبط عندكو بإيه؟ المراهقة أنا بالنسبة لي بيعتبرها مثلا من 13 سنة لحد 16 يعني أصل بعد كده خلاص يعني طيب إيه اللي بيحصل من 13 إلى 16؟ يعني إيه؟ يعني إيه الحاجة اللي أنت سمتها مراهقة عشان كده من 13 إلى 16؟ هو مقبي بقى صغير مقبي بقى صغير مقبي بقى صغير؟ لأن الجسم يشهد نوع من التغيرات تؤثر على سلوك الإنسان الآن هاشم ليس بمراهق هاشم الآن 18 سنة 18 سنة هل تعلم أن صوم الزعلان أنه يتقلع لي مراهق يعني مش شايفها سبة أو حاجة هي ليست سبة لك أنا نعتقد أنها خطأ في حق الشاب المفهوم كلمة مراهق اليوم كلمة مراهق مطت ومدت وأعطت عذر للشباب إن أخطأوا فهم مراهقون إن تصرفوا بشيء من عدم المسؤولية فهم مراهقون والآباء غاضبون لأن الأبناء في مرحلة المراهقة يا رب عديها على خير كما يقولون عندكم هذه مرحلة صعبة الأبناء أتعبونا جننونا ما يسمعون الكلام ما كذا أحتاج أن أكون حذرا معهم كذا وكذا بعض الشباب يغضب منها لأنه يفهم منها أنه فيه اضطراب في التصرف بعض الشباب لا يغضب منها لأنها حسب السماع العام كما قال هاشم قبل قليل لأنه لا هذا شيء عرف يعني معروف بين الناس هاشم عمره كم من سنة الآن يا هاشم 18 قلت لنا أن عمرك في الثامنة عشر تعرف أنه في سن الثامنة عشر هو السن الذي أدخل فيه عمر بن الخطاب عبدالله بن عباس إلى مجلس شورى الصحابة ليشارك في صناعة قرار الأمة نعم في سن الثامنة عشر في سن الثامنة عشر صغير أو الثامنة عشر لأن ثقافتنا تخلفت هذا الفرق عندما كانت ثقافة متقدمة عندنا كنا ننظر أن شاب إذا بلغ الثامنة عشر أصبح رجلا محل ثقة نتعامل معه على أنه رجل فيعطينا تصرفا أنه رجل المرأة نتعامل معها على أنها امرأة ناضجة صارت بنتا ناضجة تتصرف منطلق أنها ناضجة لكن لو تعاملنا معهم على أنهم لا زالوا صغارا ستكون تصرفاتهم على اعتبار أنهم صغار عبدالله بن عباس لما أدخله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومجلس شورى الصحابة بعض الشياخ الصحابة أي كبارهم في السن استثقلوا يعني هذا الفتى يدخل ويشارك في الحوار رأي في قرارات الأمة فسيدنا عمر أحب أن يلفت نظرهم إلى أن استثقالهم لم يكن في محله فقال ماذا فهمتم من سورة النصر فقالوا فهمنا إذا جاء نصر الله والفتح العمر بكذا وكذا فقال ابن عباسي عبدالله ماذا فهمت من هذه السورة قال فهمت ما فهمه الأشياخ غير أني فهمت أنها تنعي رسول الله إلينا وإلى نفسه لأنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني خلاص أديت مهمتك فسبح بحمد ربك واستغفره تهيأ للحوق بالرفيق الأعلى إنه كان توابا فتعجب الشيخ الصحابة من الملمح الذي فهمه عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد غاب عنهم وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع ابن عباس وهو في سن المراهقة كان له الدور في إيصاله إلى ذلك أيضا أن كل جيل تكون عنده قابلية إلى أن يبتدئ من حيث ينتهي الجيل الذي قبله وبالتالي يتوسع في الفهم وفي الإنتاج وفي الإدراك وفي المعاملات ليكون أرقع من الجيل الذي قبله إذا أعدك ما ينبغي عبدالله بن عباس توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الثانية عشر من عمره على بعض الروايات لكن أستحضر هنا ثلاثة مواقف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن نستنبط منها منهجية إعداد المراهق لما بعد البلوغ ليكون إنسانا ناضجا الموقف الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احترم وجود هذا الغلام نحن في بعض ثقافاتنا المتخلفة نظن أنه من تأديب الإبن أن نلغي إشعاره بأنه موجود احترام وجوده أو نجعل وجوده مضحكة بنكتب بضحك تريق عليه بدأ الشعر في قرب يظهر أنت كذا جعل مرحلة نهايات المراهقة عند البلوغ جعلها جعلها وسيلة لتتندر على الإبن وكذلك على البنت إذا بدأت معالم النظر يجب أن نتعامل مع زي تغييرات القسدية مولانا نحن بغى أن يكون التعامل مبنيا على المرحلة التي قبلها قليلا أما إذا وصل إلى هذه المرحلة سنتكلم المرحلة التي كانت قبلها قليلا النبي صلى الله عليه وآله 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 و من يكون عن يمينه فإن أراد أن يعطي من كان عن يساره لعلم أو لسن أو لفضل أو لشيء من ذلك ينبغي أن يستأذن صاحب الحق فالذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن شرب التفت إلى ابن عباس قال أتأذن لي أن أعطي فلانا هذه اللفتة من رسول الله كان من الممكن أن لا تحصل نقول ينبغي أن يفهم ابن عباس أنه صغير الأدب الكبير أول فيتوجه الكبير هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل الأدب ملغيا للحقوق فقضية التنشئة على الأدب لا ينبغي أن تمسخ أو تمحو قضية الحقوق فقال له أتأذن لي تتوقع ما كان رد ابن عباس قال له إيه تتوقع لما يستئذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه تفضل ابن عباس قال له ما كنت ليؤثر بسورك أحدا يا رسول الله أنا أريد بركتك أشرب بعدك مش ممكن أن أعطي أحد بركتك أنا أريد قبلهم هنا ملمع في هذا السن عشر أحد عشر اثناء عشر المراحق يريد أن يشعر أن هناك من يصغي إلى اختياره وتفكيره ولو لتقويمه ولو لتصويبه لكن المبدأ أولا أن يصغى إليه لا أن يعتبر أنه تهريج طفل فلا يلتفت إليه اليوم إذا تكلم ابن العاشر أو الحادية عشر يمكن ينكت معه أو على العكس ينفخ ويوجل إلى حد الغرور لكن المسألة كان فيها نوع من الاهتمام الراق قال له ما كنت ليؤثر أحدا بسورك يا رسول الله فناول الكأسر بن عباس فشرب ثم جاء الدور إلى خالد هذا ملحظ الملحظ الثاني أن المراهق ينبغي على والديه أو على من يحيط به من لهم صلاء به أن يتفرسوا فيه ما الشيء الذي يتميز به الله سبحانه وتعالى ميز كل إنسان بميزه يعني كل شخص أعطاه الله عز وجل ميزات تختلف عن غيره ففي ليلة من الليالي كان ابن عباس بائتا عند رسول الله كان يحب أن يبات في حجرة رسول الله في الليلة التي يكون فيها رسول الله عند أمنا ميمونة رضي الله عنها لأنها كانت خالة بن عباس فهي محرم الله يعني فكان يسهل عليه ذهب بيت خالته بيت خالته وبيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فذهب إلى هناك في ليلة من الليالي فأراد الرسول الله أن يقضي حاجته فذهب وجاء بالماء من نفسه بن عباس ووضع وعاء الماء عند باب دار الخلاء الذي نسميه اليوم حمام فلما خرج الرسول الله وجد الماء للوضوء معدا فقال من الذي جاء بالماء فقال له إنه عبد الله بن عباس فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفاتت رضا أشعره فيها بمعنى التقدير للمبادرة والخدمة هنا بدرت من ابن عباس ثلاثة أشياء شعور بالمحبة والاهتمام تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله الشيء الثاني أنه هو بادر لم ينتظر أن يكلف قال روح جيب رتب وهنا ملمح في سن العاشرة إلى البلوغ سن المراهقة حاولوا أن تعينوا أبناءكم على الابتكار لا تجعلوا كل شيء بالتوجيه افعل 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 تلغى عنده تعليمات يلغى عند الابن معنى المبادرة روح المبادرة هنا بادر ابن عباس هذا لاحظه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقطة الثالثة أنه فكر ماذا يفعل يقول الإمام بن حجر العسقلاني كان أمام في شرحه لهذا الحديث يقول كان أمام ابن عباس ثلاثة خيارات إما لأنه طفل صغير أو مراهق في العاشرة من عمره أو الحادي عشر فكان من الممكن أن يأخذ الماء ويفتح لده ويضع لده ويخرج وفي هذا اختراق لخصوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبيت الخلاء فلم يفعل كان من الممكن أن يقول إذن هذا صعب أن أوصل إليه الماء ما علي أن أأتي بالماء فلا يفعل وكان الحل الثالث أن يأتي بالماء ويفكر أن يضعه في المكان المناسب ابتداء منه فلما لاحظ النبي هذه الميزة فيه وهي أعمال الفكر التأمل الفهم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له داعيا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل فكان في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لها ما لها من أثر في الفتح على ابن عباس بعد ذلك هناك موقف ثالث لفت نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظروا كل موقف ينبني عليه تشجيع معين ومكافأة هنا النبي كافأه بالدعاء وهذا يلفت النظر إلى أنه لا ينبغي أن تكون جميع المكافأات هذا ليس مرتبط بحبه للرسول عليه الصلاة والسلام كرسول الله عليه الصلاة والسلام هو مرتبط بحبه للرسول لكن هناك صبيان آخرين أيضا لهم محبة للرسول ما تصرفوا بهذا المنهجية روح المبادرة الانتباه التدقيق هذه كانت خصائص في ابن عباس شيء تميز به النبي كافأه هنا بالدعاء وهذا لفت نظر للآباء والأمهات لا تجعلوا كل المكافأات مال أو ألعاب أو أجهزة أعطوهم مكافأات من هذا النوع لكن أيضا أوجدوا في ثقافة الأبناء من سن المراهقة ومن قبل سن المراهقة معنى المكافأة المعنوية أنت ذكرت قبل حلقة أو حلقتين أنه يمكن أن تكون الهدية كتاب ينبغي أن يشعر بقيمة مثل هذه الهدية الموقف الثالث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ليلة فات قال ذهبت إلى حجرة رسول الله قال فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طول الوسادة وبجانبه خالة ميمونة ونمت بعرضها بالجهة الأخرى ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوضأ ووقف يصليه وفي رواية أنها في نفس الموقف الذي حصل عندما قرب له الماء قام رسول الله يصلي من الليل ووقف ابن عباس يصلي مع رسول الله وقف خلف رسول الله فأشعر إليه بيده النبي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم وجبذه سحبه ليكون عن يمينه لأن الرجل إذا صلى بجانب الرجل وحده ليس برجلين أو ثلاثة يكون عن يمينه متأخرا عنه قليلا فجذبه إلى جواره فوقف قليلا امثال للأمر إلى أن أبعد الرسول يده ثم رجع إلى الوراء مرة أخرى فأعاده رسول الله فرجع بعدها إلى الوراء فلما انتهى الرسول من الصلاة قال له ما منعك أن تقف إذ أشرت إليك قال ما كان لابن عباس أن يكون بجانب رسول الله انظر إلى الملمح الثالث هذا دعاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن عباس فأعجبه مني ذلك أي أعجبه مني التفكير روح الأدب روح الاحترام هذا النوع من الإعداد هيأ ابن عباس بعد ذلك لما تجاوز المراهقة إلى البلوغ هيأه لأن يكون ابن عباس الذي ترجمان القرآن هيأه أن يكون وهو في سن الثامنة عشر في مجلس شهر الصحابة مراعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا أسامة ابن زيد الحب ابن الحب ابتداء من الطفولة يقبله ويضم إليه ويعامله كالحسن والحسين عندما بدأ يكبر قليلا بدأ يلاحظ له مسائل التوجيه عندما يخطئ كيف يصوبه ذكروا أن أسامة بن زيد جاءوا إليه يقولون له أنك الحب ابن الحب وكان في إمرأة مخزومية سرقت و أمر حكما عليها بقطع اليد بالحد سرقت مالا كبيرا في حرز إلى آخر فجاء و قالوا هذا أسامة النبي يحبه نكلم أسامة و هو يكلم رسول الله فجاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن الحضوة و المنزلة التي له تخوله بأن يوقف حدا من حدود الله يتدخل في أمور التشريح فجاء يكلم النبي فغضب النبي قال أولا تشفع في حد من حدود الله يا أسامة إنما أضاع الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه و إذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد و الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها و حاشاها عليه السلام قال بعض العلماء أن هذا الموقف فيه تربية لأسامة و تهيئة لمعرفة الموازين لمحسوبيات في الدين عندنا في نفس الوقت تهيئة لأسامة لمعنى القيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر جيش عقد لواءه قبل أن يتوفاه الله عز وجل جيش على رأسه أسامة و هو في السابعة عشر و قيل في الثامنة عشر في سن هاشم سبعة عشر سنة و كان قائد جيش قائد الجيش سلمه اللواء و قال أبو بكر و عمر و عثمان و علي وساعد و الزبير يكونوا تحت قيادته في الجيش طب إيه المغزى من هذه الفكرة عظيم أولا إعداد للشباب جهزه النبي فلما جهزه أهيئه ليحمل نوع من المسؤولية ثانيا كان فيه تعليم للكبار أن كونكم قد نضجتم و كبرتم لا يبرر لكم حرمان الشباب من أن يعطوا فرصتهم في أن يخدموا في أن يؤدوا دورهم و أن يكون لكم دور المراعاة تقويم التنبيه لا بأس لكن لا تلغوا بسبب خبرتكم وجود الشباب ايه لكن الموضوع مولان عفوا احنا هنا بنتكلم على قيادة جيش و معركة و تخطيط و أبعات استراتيجية لاحظ من الذي معه يعني بسوى القائد هو القائد يعني كلامه أكيد القائد بيمشي على الجميع أولا مفهوم الإمارة قد ربوا عليه بأن إمارة الجيش و قيادة الجيش لا تعني السلطة المطلقة و سامى التربى في بيت النبوة لاحظ أنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية من السراية أرسل أحدهم أميرا على سرية فأشعل أمرهم بإشعال نار فأشعلوا نار فقال أنا الأمير و تمتثلوا أمري يدخلوا فيها في النار فترددوا في البداية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم من أطاع الأمير فقد أطاع الله و من أعصى الأمير فقد أعصى الله لكن القاعدة الأخرى لطاعة لمخلوق في معصية الخالق فترددوا ثم امتنعوا فلما رجعوا و قصوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخبر قال أما و إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا يعني خلاص عذاب لنقاتل نفسه في النار أما و إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أسامة يعني ذلك الشيء الثاني النبي لم يأتي بأسامة هكذا من الشارع وعطى قيادة جيش أهلوا في الأول لكن الشاهد في استشهادنا هنا أن مفهوم التأهيل ينبغي أن يبلغ مداعه في الثامنة عشر ليرتقي بعد ذلك أكثر وأكثر لكن مفهوم أن الإبن عمره ثمانتعشر سنة لا يزال نسمي عيل كما يقولون عندكم في مصر الواد النظرة أنه لا يزال صغيرا هذه خطر هي هي السبب الأساسي في مأضن وراء سوء تصرفات الشباب ودي كمانة اللي بتدي للشاب الإحساس أنه لسه صغير وما يقدرش يتحمل المسؤولين والتالي لا يعاقب أيضا في دلالة ثالثة أنت سألتني عند دلالات أعطاء أسامة أسامة أبوه كان مملوكا في الأصل حر لكن اختطف وبيع مملوكا ثم حرر أي أنهم من الموالي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر هذا الحاجز التواهم أنه لا يصلح للقيادة من كان دون غيره في رتبة النسب أو المكان الأمر الرابع كان وزرائه أو كان الذين سيكونوا تحت قيادته أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهو مؤدب تربى في بيت النبوة سيعرف كيف يأخذ بمشورتهم ويشاورهم وهنا ملحظ متى يكون عندنا الصدق نحن الجيل الذي الأربعين فما فوق متى نصدق مع الله ونبدأ نفكر بالتخلي عن أنانيتنا في التلذذ بالتصدر بالإمارة بالقيادة ونقول لا نرجع إلى الصف الثاني في بعض الأمور الأربعين هو اللي بيعمل كده الأربعين فما فوق نرجع إلى الصف الخمسين الستين السبعين لا أصلي معروف أنه ليس الأربعين اللي بيعمل هذا يعني هذا يعني هذا يعطيب رجل الشباب النهاردة الأربعين اللي هما بيطالبوا النهاردة أنهما يغضوا حقهم بمفهوم بداية الإسلام كان ده منتشر سنة النهاردة هو الشاب نعم عندنا هنا الوزير يعني لما يبقى خمسين سنة أقول لك الله هذا صغير أو على خمسين سنة تعرف نتكلم دائما أننا في عصر التقدم وننعي على التخلف والرجعية هذه مهلا من التخلف صحيح لو بدأنا نتخلى عن أنانيتنا نحن ونرجع إلى الصف الثاني ونضع الشباب في الصف الأول مع حسن تاهيئة مسبقة قبل ذلك لنأتي بطائش ونرميه ونكون نحن من ورائه نسدده نساعده نرشده لا هذه لو عملتها ممكن لكن هذه فيها كذا وكذا وأنت المسؤول قضية هذا يترتب عليها كذا وأنت المسؤول لأنه منذ البلوغ أصبح مسؤولا عن تصرفاته أمام الله هو الذي سيحاسب فلو نمينا فيه منذ ساعة البلوغ أشعور بأنه مسؤول بعد ذلك أي مسؤولية أخرى سيتولاها سيشعر بثقة للمسؤولية صحيح نطلع فاصل ونرجع ثانية أرجوكم ابقوا معنا لو رأك لا أحبك لو رأك لا أحبك لو رأك لا أحبك لو رأك لا أحبك رجعنا تاني وبعد إما أقول لنا الجفري بيقول دلوقتي يعني اللي فوق الأربعين والعندهم أربعين ما يبوش أننيين ويعودوا مسكين في كل حاجة ويدر فرصة للشباب على اعتبار الأربعين يعني هم اللي واخدين ووكلينها والعب البلد بيقولوا ما أعتقدش ما أعتقدش ما أعتقدش ما أولنا يعني أن أسمح لي بس أنا لأصل الجملة وقعاني من اللعب للفاصل فأنا الحقيقة عايز أضح لحضرتك أن النار دحنة في الأمر العربية الأربعين الدول بيعملوهم أكنهم مراهقين طيب إذا أصحاب الأربعين اليوم يشعرون بنوع من الاضطهاد إن صاح التعبير أو الإجحاف في حقهم والافتئات ينبغى أن يتعلموا من هذا الدرس فلا يكرروا المأساة مع أصحاب الثمنتعشر والعشرين والخمسطين بس هم يمسكوا المسؤولية وثق أنهم أنا لا أتكلم عن المسؤولية السياسية لا أنا أتكلم عن المسؤولية السياسية خالص أنا أتكلم عن كل شيء في شؤون الحياة في كل مجال وفي كل مكان مش مسؤولية شجع ابنك الشاب صحية وشجع ابني الشاب وشجع أخي الشاب والأخذ بأيديهم مع النصح والإرشاد والتوجيه سيهيئ جيلا يستطيع أن يعمل المسؤولية طيب المراهق النهاردة إذا نشأت هذه التنشئة السليمة هذه التنشئة الإسلامية النبوية الجميلة هل كل المراهقين عندما ينشأوا بهذه التنشئة مش هيغلطوا ولو غلطوا نعاقبهم إزاي حسنت هذا سؤال مهم قطعا سيخطئون من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وآله وسلم فهم محل للخطأ بلا شك التقويم يكون بالنظر إلى نوع الخطأ أولا أهو خطأ لازم أو خطأ متعدي بمعنى خطأ في حق نفسه أو خطأ أساء فيه إلى غيره أيضا ينظر هل سبق تعليمه بأن هذا خطأ أو لا فهو ارتكبه على علم أو على جهل إن لم يسبق تعليمه فالخطوة الأولى التعليم في كل الحالات الخطوة الثانية النظر في الخطأ إذا كان تقصير لا يصل إلى الحرام ولكن خلاف الأولى أو ترك شيء مستحب أو كماليات أو تحسينات أو شيء نعلم أنه سيفيده في بناء ذاته وهو مقصر فيه كنحو المذاكرة أو شيء من ذلك ينبغي إيجاد عامل التحفيز أكثر من عامل التخويف ولو بالكلمة النبي صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم ذكر سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعم الرجل عبد الله و نعم الغلام عبد الله لو كان يقوم الليل لما بلغ أن سيدنا عبد الله بن عمر قد ذكر على لسان النبي و أنه قيل في حقه أنه نعم الغلام لو كان يقوم الليل قال فلم أترك قيام الليل بعدها أبدا صحابي آخر اسمه عبد الله كان اسمه خريم اسمه خريم الأسدي قال نعم الرجل خريم الأسدي لو لم يسبل إزاره و يطيل جمته رأى فيه أنه كان يطيل الثوب إلى حد زايد عن المطلوب يعني يجر إزاره و الجمة زيادة عن الحد كانت طريقة ترتيبها غير مناسبة فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لو لا طول جمته و طول إزاره و إسبال إزاره على طول انتباه و أصلح بهذه الحالة إلا إذا وجد شيء يمس الأخلاقيات بعمق يمكن أن يؤثر على مستقبل الإذن سعيتها يعمل إلى أب هنا يكون فيه تصرف فيه شيء من الحزم الحزم يعني الضرب مثلا؟ لا الضرب ينبغي أن يكون آخر العلاج الكي لأن الضرب إذا حصل مرة ثم ثانية ثم ثالثة يفقد أثره يفقد الأثر الإيجابي يفقد أثره الإيجابي بسبب التبلد و يتحول إلى أثر سلبي يعني إلى شيء سيء مزبوط يعني الطبيب الفاشل هو الذي يستعمل المشرط في كل حالة تأتيه آخر شيء تستعمل المشرط للأسف أنا في بعض الآباء الحقيقة و أنا برضو يعني بنتهز أزيل فرصة و أشان نقولهم يا جماعة مش معقول أننا نهار ده عشان ربي أولادنا يعني يكون فيه تناسب بين الخطأ و بين العقاب يعني الولد غلط لكن مش كل حاجة ضرب 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 يعني أعتقد أن ممكن يكون فيه أسليم أخرى و حتى الأخضاء الفاتحة يعني لو كان نسبة التفاهم راقية بين الأب و الإبن الأم و الإبن و الإبن ده بيكره الولد في الأب نعم و بيخلي فيه نوع من ضدية بينهم أمم الاثنين و التنافر و للأسف بيستمر هذا الوضع فترات طويلة بعد كده لو كان الأصل التفاهم و يخليه في الأخري بإبن عاق كمان أنا آسف صلى الله عليه السلام لو كان الأصل فيما بينهم التفاهم لما كان يحتاج إلى تقطيب الوجه قليل ليتألم الأبن ويرجع صحيح ممكن من نظرة عين واحدة يشعر أنه فيه شيء خطأ فيبادل لو قسمه لو قاله مش هكلمك أنا وقاطعك لماذا؟ لأنه يشعر أن هناك حساسية راقية في الصلة بينهم فأدنى شيء يؤثر فيه لكن لو انتهك الأب و انتهكت الأم هذه الحساسية الراقية و أصبح كل شيء بالفرض بالتتبع بالملاحقة بالتهجم بالتبكيت يصعب على الأبن أن يبالي يصعب هذا خليه يزعله طب ناخد رأيه هشم و أولا نسمح لي هشم أنت تحس لما بتغلط عايز اللي والدك لما يعاقبك يعاقبك إزاي ما هو أول حاجة هو ما بيدربنيش خالص يعني والدك عمر و ضربك قبل قدر ممكن يعني مثلا ما يكلمنيش برضه ويبقى مثلا لو عملت حاجة غلط يبصلي بصا كده انت عملت حاجة غلط يعني خلينا أخذ بالي طب إيش أكثر شيء يؤلمك لو سوع والدك لو ما كلمنيش لو ما كلمك تدعي طب زي ماهلك أبهاتهم بيعملوا معهم إيه لا في نسبة بأباطن بيضربوهم وكده وهل يستهلوا الضرب يعني بيكون أخطاءهم اللي عملوها تستهل الضرب يعني بيضربوهم على إيه مسلا على أي حاجة زي إيه مثلا ممكن واحد ما ذكرش يضرب طب أنا عندي سؤال إيش الأثر اللي حصل بعد الضرب بمناسبة وغير مناسبة يقول لي أنا كرهته على طول يعني بيكرهه يعني يمكن أقول أنه ما يمكن يكره أبه بس هو في تلك اللحظة تصور أنه كره أبه بسبب التصرف بدليل أنه لو لقى الضربة لو حصل حادث الأبو بيقلق ولا لا لكن هو يحس في تلك اللحظة بمشاعر كراهية بس لما يضربوا كتير هيفضل كرهه يعني لو مرأة ممكن تعادل ويفقد الإحساس بأثر الضرب الإيجابي يعني هل الضرب يخليه ذاكر طب إم تحس أنت أن الولد يستحق أنه يضرب يعني لو هو لو الولد عمل غلطه زي إيه؟ هاي نوع الغلطة اللي تخليه يستحق الضرب؟ لو غلطة جمدة يعني ايه نوع الغلطات الجمدة اللي ممكن تستحق الضرب؟ لعمل حاجة حرام حاجة حرام غير كده ما بتعليشني في حاجة تستحق الضرب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حصل له موقف مع شاب جاء أحد الصحابة في شبابه في الصغرة وقد لبس ثوبا معصفرا الثوب المعصفر الذي دهم بالعصفر وهو نوع من الترف الزائد في الأصل هو للنساء ولكن ربما لحصول الجدة لأنهم في مجتمع فقر وحاجة لما وجدت شيء غالي مثل الثوب المعصفر فذهب ولبسه هنا النبي صلى الله عليه وآله وآله وتغير وجهه ونهاه عن لبسه فقال له هل أغسله يا رسول الله أقول بل أحرقه أحرقه الله الثوب المعصفر ليس بنجس الثوب النجس يكفي فيه الغسل لماذا قال له بل أحرقه ليه الذي وقع في قلبي من المعاني ومن الحكومة النبوية الشريفة لعله الحبيب صلى الله عليه وآله 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 خشي على الشاب من أن يأخذوا لطلب النعومة المفرطة البذخ المفرط أن تمس رجولته بعد ذلك فكأنه في قولي له أحرقه لفت نظر إلى أحرق معنى الإعجاب الغير القويم بهذا النوع من الملبس هذا الملبس يصلح للنساء لا يصلح للرجال والذين يشتكون من أن أبناءهم الذكور قد مالوا عن ذكوريتهم أصبحوا متشبهين بالإنات في سلوكياتهم وانحرفوا أو العكس من البنات اللي جاءوا لهم بتعريفاته وبأسماء جديدة الآن الذي يلاحظ أن في بدايات من البداية فيها ميل ينبغى أن يعالج هذا الميل من البداية التدليل المفرض للأطفال من قبل الأم وكثرة مخالطة الولد الذكر من طفولته للنساء من كل ناحية مضرة للأسف أخبرني بعض الشباب أن أخوه الصغير فيه جمال في هيئته لطيف ناعم طفل لا يزال في الرابعة من عمره الله يعفظه قال فأحيانا يرى بعض الذين يرقصون في التلفاز فربما لو سمعوا الأغنياء قام يرقص قليلا زيهم فردت الفعل أن الأم تبحك وتصفق وعندما ياتوا صاحباتها تقول تعال تعال شغلوا لهذا خلوه يرقص هذا خطر كبير على الولد لأن هذا النوع من الرقص لا يتناسب مع الرجولة لو رقص يتناسب مع الرجولة لا إشكال فكأن قضية الزجر في الأمور التي قد تمس مستقبل سلوك الإنسان هي التي تحتاج إلى أنت طب مولنا عشان إحنا يمكن لوقتنا بيتهمنا البنت هل لها معاملة خاصة في موضوع المراهقة؟ لا شك أولا أولا ينبغي أن تغمر بحنان لا منتهى له هذا إذا حصل أدنى تقصير فيه يترتب عليه عواقب خيمة البنت اللي لم تجد الحنان في صدر أبيها واضطرت إلى البحث عنه في مكان آخر اللي لم يكن لها وازع دين فتغذية المسألة بحنان غامر مع تبصرة من قبل الأم مبكرة وكذلك من قبل الأب في حق الولد فيما يتعلق بأمور البلوغ لأنه راهق قارب من البلوغ فينبغي أن الفضول الذي يثار في نفس البنت في سن المراهقة لتحاول أن تفهم ما التغييرات التي تطرع على جسدها ينبغي أن يشبع هذا الفضول على يد الأم وعند الولد على يد الأب حتى لا يبحثوا عنه في الانترنت في الفضائيات لا يبحثوا عنه عند الأصدقاء وحيانا تكون إخبارات الأصدقاء سيئة وخاطئة غير جيدة فهذا ينبغي الانتباه إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في اعتنائه بسيدة فاطمة سهراء مفترض أن الحلقة كلها فيما لو أن رسول الله قال زارنا لو زارنا كيف سيرى معاملتنا لأبنائنا هذا الذي تكلمنا فيه كانت في معاملته لسيدة فاطمة عجائب يعني إذا دخلت هو يقوم ويقبل رأسها بين عينيها ويجلسها مكانه فإذا جاء إليها هي كانت تفعل هذا الكلام مرة من المرات اختلف العباس رضي الله عنه سيدنا العباس عم الرسول مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيهم أحب إلى الرسول يقول سيدنا أسامة بن زيد فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي أهل بيتك أحب إليك قال لهم فاطمة قالوا ما عن هذا جئنا نسألك يعني نقصد بيننا البين أنا والعباس انظر أول ما فكر ذكر فاطمة يعني أن البنت ينبغي أن تكون منزلتها في قلب أبيها كبيرة وبالتالي التعبير عن هذه المنزلة التغذية ولابد أن يعلم الآباء أن هناك سن معين المراهقة فما بعد لا يكفي فيه دور الأم بالنسبة للبنت أبدا الأب دوره مهم ينبغي أن يرتكف دور الأب ويقوى فيه دور الأب في التعامل ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم في تعامل مع سيدتنا فاطمة الزهراء شيء عجب يعني إذا كان الوقت قد أدرك يمكن أن نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة نحن سنعمل الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون برضو محورنا العلاقة بين الأباء والأبناء أنا عايز برضو أشير إلى حاجة أي أب لي شكوى من ابنه يبعت لنا على موقع البرنامج وأي ابن له يعني مش شكوى له وجهة نظر عايز يقولها واترحها من خلال البرنامج برضو يبعتها على موقع البرنامج أنا أوعدكم إن شاء الله الحلقة القادمة ستكون يعني مخصصة كمان للرد على كافة تساؤلات الأبناء والأباء إن شاء الله بإذن الله مولانا اسمح لي يعني أولا بشكرك هاشم نورتنا النهاردة أنت كنت خير معبر وخير نموذج جميل ربنا يبارك فيك ويحفظك للشباب اسمح لي يا مولانا في نهاية الحوار أن نختم بدعاء وأن أؤمن خلفك اليوم نطلب الدعاء من هاشم اتفضل هاشم ادعو بما يفتح الله عليك برد بسم الله الرحمن الرحيم رب بارك فيه وفي أهلي وفي أخوي يا رب وفي أمي وجدتي والمسلمين كلهم يا رب يا رب انصر فلسطين يا رب يا رب وحررها وكل مسلمين في جميع البلاد يا رب الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد المعالي الحمد لله شكرا لك يا ياشم مولانا لك جزيز الشكر وإن شاء الله نتلقي في الحلقة القادمة وحيا عارف يا قلبي قد ايه انا نبس اشوف سيدي وحبيبي اللي عايش اسمه حروف لو جيت افكر قلت ايه بعيدنا عن محتاج لي ايه عكتر من اني اروح لحضن بس اللي شاغلني ومش عارف بايه ساعد ما يسألني ارد وقل له ايه يا الله يا قلبي نبتدي اول حياة نلحق مع قاسدنا النابي كل اللي فتن